السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني عشر علمي مع مادة الكيمياء مع درس جديد من دروس مادة الكيمياء عنوان الدرس تدريبات وأنشطة على الوحدة الخامسة الجدء الثالث أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن الهدف الأول يناقش ويستخدم مصطلح موضع الاتزان الذي يمكن تطبيقه على التفاعل العكاسي الهدف الثاني يدرك أن قيم ثابت الاتزان مؤشر يوضح مدى اقتراب التفاعل من الاكتمال الهدف الثالث يصف نظرية برونس لدولوري ونظرية أرهينيوس للأحماض والقواعد سؤال من أسئلة اختر إجابة صحيحة السؤال يقول أي من الجمل الآتية صحيحة عن ثابت سرعة التفاعل كي في حالة الاتزان الجملة الأولى تتغير برفع درجة الحرارة التفاعل الجملة الثانية تتغير بخفض درجة الحرارة التفاعل الجملة الثالثة تتغير بزيادة للضغط أمامك عزيز طالب أربع إجابات درسنا عزيز طالب أن قيمة سابت التفاعل كي تتغير برفع درجة الحرارة جملة صحيحة أيضا تتغير بخفض درجة الحرارة جملة صحيحة ولكن لا تتغير بزيادة أو خفض الضغط جملة خاطئة تصبح إجابة صحيحة الخيار الأول الجملة الأولى والثانية صحيحة سؤال من أسئلة اختر إجابة الصحيحة السؤال يقول أي من ما ياتي ينطبق على تعبير ثابت الاتزان لنظام تكون جميع مكونات وهي مواد غازية أمامك عزيز طالب أربع اختيارات درسنا عزيز طالب أن تعبير ثابت الاتزان يعبر عنه باستخدام التركيز المولية أو الضغوط الجزئي ولكن عندما يكون النظام جميع مكونات وهي مواد غازية يمكن استعمال الضغط الجزئي بوحدة الضغط الجوي وأيضا يمكن استخدام التركيز بوحدة المول لكل لتر أي الإجابة الصحيحة الخيار بي يمكن استعمال الضغط الجزئي بوحدات الضغط الجوي أو التركيز بوحدة المول لكل لتر عندما تكون جميع مكونات النظام هي مواد غازية السؤال اختر إجابة الصحيحة السؤال يقول أي من الجمل الآتية صحيحة عن الرقم الهيدوجيني بي اتش أمامك عزيز طالب ثلاث جمل وأمامك أربع اختيارات يجب قراءة الثلاث جمل وتحديد الجمل الصحيحة والجمل الخاطئة الجملة الأولى قيمة البي اتش للماء النقد ساوي سبعة في أي درجة حرارة عبارة خاطئة قيمة البي اتش للماء النقد ساوي سبعة في درجة حرارة خمسة وعشرين أي البي اتش تتغير مع وجود تغير في درجة الحرارة الجملة الثانية البي اتش يساوي سالب لوج تركيز أيون الهيدوجين جملة صحيحة الجملة الثالثة البي اتش يساوي زائد البي اتش يساوي 14 أيضا جملة صحيحة يصبح الاجابة الصحيحة الخيار سي الجملة الثانية أن البي اتش يساوي سالب لوج تركيز أيون الهيدوجين وأن البي اتش زائد البي اتش تساوي 14 عبارة صحيحة الخيار سي سؤال آخر اختر الاجابة الصحيحة أي من الآتي يتم استبعاده عند كتابة ثابت الاتزان أمامك عزيز الطالب أربع اخترارات الخير الأول المواد الصلبة والغازات المواد الصلبة والمواد السائلة النقية المحليل المائية والغازات المواد السائلة والمحليل المائية درسنا عزيز الطالب أنه عند كتابة ثابت الاتزان يتم استبعاد المواد الصلبة والمواد السائلة النقية تصبح إجابة صحيحة الخيار بي المواد الصلبة والمواد السائلة النقية يتم استبعادها عند كتابة ثابت الاتزان مع سؤال من أسئلة اختر إجابة صحيحة السؤال يقول أي من الجملة الآتية صحيحة تبقى لنظرية برونست دولوري الجملة الأولى الأحماض مواد تمنح بروتون الجملة الثانية القواعد مواد تستقبل بروتون الجملة الثالثة الأحماض دائما تتفاعل مع القواعد أمامك عزيز الطالب أربع اختيارات تعودنا عزيز الطالب على شكل هذه الأسئلة هناك ثلاث جمل نحدد الجمل الصحيحة والجمل الخطئة ثم نقوم بالاختيار للإجابة الصحيحة الجملة الأولى الأحماض مواد تمنح بروتون حسب نظرية برونست دولوري جملة صحيحة أيضا القواعد مواد تستقبل بروتون حسب نظرية برونست دولوري أيضا صحيحة الأحماض دائما تتفاعل مع القواعد أيضا جملة صحيحة تبقى لنظرية برونست دولوري تصبح الإجابة الصحيحة الخيار دي الثلاث جمل صحيح ترجمة نانسي قنقر 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 السؤال يقول ماذا يحدث لكميات المادة المتفاعلة بي والمادة الناتجة دي إذا أزيل بعض من الناتج سي من هذا النظام أمامك التفاعل اي زائد بي تفاعل انعكاسي ينتج سي زائد دي أمامك عزيز طالب أربع اختيارات نقوم بقراءة السؤال مرة أخرى إذا أزيل بعض من الناتج سي لاحظ ما عزيز طالب وطبقا لقاعدة لوشة لي إذا تم إزالة بعض من سي يزاح موضع الاتزال إلى جهة اليمين لتقليل هذا المؤثر أي يقل بي وتزداد كمية دي تصبح إجابة صحيحة ستنخفض كمية بي وتزداد كمية دي إجابة سي إجابة صحيحة تدريب على قاعدة لوشة ليه السؤال يقول في نظام متزن مبين من معادلة الكيميائية الآتية أمامك معادلة كيميائية في نظام متزن ما هو اتجاه إزاح موضع الاتزال إذا السؤال الأول انخفضت درجة الحرارة الحال عزيز طالب انخفاض أو زيادة درجة الحرارة يعتمد على نوع التفاعل من حيث التغيرات الحرارية لاحظ ما عزيز طالب التفاعل طارد الحرارة لوجود كمية الحرارة في النواتج درسنا عزيز طالب أن إذا كانت تفاعل طارد الحرارة وانخفضت درجة الحرارة يزاح اتجاه موضع الاتزال إلى اليمين السؤال الثاني ما هو اتجاه إزاح موضع الاتزال إذا أضيفت كمية من غاز النيتروجين الحال لاحظ ما عزيز طالب غاز النيتروجين أحد المتفاعلات أي زيادة تركيز أحد المواد المتفاعلة درسنا أن اتجاه موضع الاتزال يزاح نحو الاتجاه الذي يقلل من تأثير هذا المؤثر أي يزاح اتجاه موضع الاتزال إلى اليمين السؤال الثالث ما هو اتجاه إزاح موضع الاتزال إذا سحب كمية من غاز النيتروجين غاز النيتروجين أيضا في المتفاعلات الحال ولكن هذه المرة نقص تركيز أحد المتفاعلات يزاح اتجاه موضع الاتزال إلى جهة اليسار لتقليل تأثير هذا المؤثر السؤال الرابع ما هو اتجاه إزاح موضع الاتزال إذا زيادة الضغط درسنا عديد الطالب أن عند زيادة الضغط أو نقص الضغط يجب أولا عدد مولات المتفاعلات وعدد مولات النواتج عدد المولات في المتفاعلات 4 عدد المولات في النواتج 2 يزاح اتجاه موضع الاتزال إلى اليمين إذا زيادة الضغط يجب أن يزاح اتجاه موضع الاتزال إلى اليمين أي من عدد المولات الأكبر إلى عدد المولات الأصغر تدريب على حساب ثابت الاتزال كي سي عند درجة حرارة مقدارها 25 درجة سليزية تم ملء أعاء سعة 2 لتر بكمية كافية من الأمونيوم والماء من أجل إنتاج محلول الأمونية تركيزه 0.0124 مولر وهذا النظام مغلق وطرق ليحقق حالة اتزان الاتي أمامك المعادلة الأمونية مع الماء ينتج آيون الأمونيوم مع آيون الهيدروكسيد السالب احسب ثابت الاتزان إذا تم قياس قيمة تركيز آيون الهيدروكسيد السالب عند الاتزان وكانت تساوي 4.6444 م الحال الخطوة الأولى ثابت الاتزان من المعادلة الكي سي يساوي تركيز الأمونيوم ضرب تركيز آيون الهيدروكسيد لأن آيون الأمونيوم وآيون الهيدروكسيد في النواتج مقسوما على تركيز الأمونية مع استبعاد الماء لأن الماء في الحالة السائلة النقية وبالتالي يتم استبعاد الماء القطوة الثانية ننشئ جدول التغيير الاتدائي للاتزان كتابة المعادلة مرة أخرى التركيز الاتدائي الأمونية من السؤال تركيز الأمونية 0.0124 م مع استبعاد تركيز أو مع استبعاد الماء لأنه سائل تركيز آيون الأمونيوم في بداية التفاعل صف أيضا تركيز آيون الهيدروكسيد في بداية التفاعل صف لأنها نواتج تعلمنا في الخطوة الثانية نجد قيمة التغيير قيمة التغيير ناقص X بالنسبة للأمونية موجب X بالنسبة لآيون الأمونيوم أيضا موجب X بالنسبة لآيون الهيدروكسيد الساد الخطوة التي تالي هذه خطوة التغيير خطوة إيجاد تركيز عند الاتزان نجد أن تركيز آيون الهيدروكسيد عند الاتزان من السؤال أربعة فاصل ستة أربعة داربع عشر أس سالب أربعة نجد أنها زيد قيمة نستطيع إيجاد قيمة التغيير قيمة التغيير تصبح موجب أربعة فاصل ستة أربعة داربع عشر أس سالب أربعة أيضا بما أن المادة OH أو تركيز OH السالب موجب X أيضا التغيير في آيون الأمونيوم موجب X تصبح نفس القيمة والتغيير في الأمونية يصبح ناقص أربعة فاصل ستة داربع داربع عشر أس سالب أربعة أم يصبح التركيز النهائي عند الاتزان لآيون الأمونيوم موجب أربعة فاصل ستة أربعة داربع عشر أس سالب أربعة ويصبح التركيز عند الاتزان لغاز الأمونيا 0.0 119 M ضبق القانون KC تساوي تركيز المواد النتجة حاصل ضرب تركيز المواد النتجة مقسوما على تركيز المواد المتفاعلة بعملية حسابية نقوم بالتعويض نضع تركيز عند الاتزان آيون الأمونيوم أيضا مضروب في تركيز الاتزان لآيون الهيدروكسيد مقسوما على تركيز الاتزان لغاز الأمونيا باستخدام الآلة حزب عزيز الطالب نستطيع إخراج القيمة النهائية لسابة الاتزان KC تصبح واحد فسطة تمانية واحد درب عشرة أستالب خمسة M لأن في المقام اثنين M تركيز آيون الأمونيوم ضرب تركيز آيون الهيدروكسيد مقسوما على تركيز الأمونيا فقط آي وحدة قياس تصبح تصبح M تدريب على حساب قيمة الرقم الهيدروجيني بـ H السؤال يحتوي جدول مرجعي على القيمة PKA تساوي 3.40 لتأيون حمض النيتروز HNO2 احسب قيمة الرقم الهيدروجيني P-H لمحلول من هذا الحمض تركيزه 1M حمض النيتروز حمض ضعيف الحل خطوة أولى نحسب قيمة K-A من خلال PKA من خلال علاقة PKA تساوي سالب لج K-A بالتعويض K-A ساوي 10 قص سالب PKA تساوي 10 قص سالب 3.40 باستخدام الآلة الحزبة يصبح الناتج 3.98 ضرب عشر سالب 4 اي PKA تساوي سالب لج K-A بينما K-A تساوي 10 أس سالب PKA بالتعويض يصبح الناتج 3.98 14 سالب 4 قطوة ثانية نحسب تركيز أيون الهيدروجين من العلاقة تركيز أيون الهيدروجين يساوي تقريبا الجزر التربيعي سابت تركيز الحمض K-A ضرب تركيز الحمض أي تركيز أيون الهيدروجين يساوي الجزر التربيعي K قيمة K-A من الخطوة السابقة 3.98 14 سالب 4 ضرب تركيز H-A أي الحمض 1 M باستخدام الألة حسبة يصبح الناتج 0.0 2 0 M الخطوة الأخيرة نحسب قيمة P-H من خلال العلاقة P-H تساوي سالب log H موجب بالتعويض تصبح القيمة سالب log 0.0 2 0 باستخدام الألة حسبة يصبح الناتج 1.70 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح